اهلا بكم من جديد الحقيقة في الفقرة دي تحديدا اللي هي بنقدم من خلالها شباب ونجوم دولة التلاو في مصر لها مكانة خاصة عني يمكن لان احنا بنضيف حاجة للحياة العامة المصرية يمكن بندي لناس مهمين جدا في حياتنا بعض من حقهم لانه زي ما تشايفين العلام ممكن يبقى مهتم بنجوم رياضة بنجوم فن ليهم قيمة برضو وبيبقى اهل القرآن يعني جايين عليهم شوي والمفاجأة مثلا ان احنا بنلاقي احتفاق بيهم في خارج مصر يعني لما بيسافروا يقروا بنلاقي احتفاق كبير جدا بيهم خارج مصر يمكن ما بيلاقوهوش هنا صحيح زي ما بيقولوا انه يعني زامر الحي لا يطرب لكن احنا قررنا نكسر القاعدة دي وانه يبقى قراءنا محتفى بيهم هنا في مصر النهاردة بقدم لحضراتكو قارئ شاب الحقيقة يعني اسنع لي كثيرون وانه بنحاول نختار بشكل دقيق فهو كان ترشيح قراء كبار شايفين في مستقبل وعد ان شاء الله النهاردة معانا القارئ الشاب احمد الشحات لشيد اهلا بيك اهلا بحضراتكو عمل ايه كله كويس نعم الحمد لله واهلي ميت غامر عملين ايه تمام الحمد لله قولي بقى انت بدأت ازاي رحلتك مع القرآن والله والدي علي رحمة الله كان محب الاهل القرآن كان صديق شخصي القارئ كبير اسمه الشيخ سعيد عبدالسامة الزناتي اكيد اه طبعا اكيد معروف كان يمكن من من الستينات اه يعني حوالي تلاتين سنة صاحبه اهه فكان سيدنا الشيخ سعيد علي رحمة الله كان بيجيجي عندنا البيت كتير وبتاعه وحبيته عشان خاطر الحجي كان بيحبه كتير وهو اللي تنبأ بموضوع الموهبة اللي عندي دي اه ثلاث سنين اه يعني انت اربع سنين اه هو بس يعني حط يده اه حط يده على الحنجرة هنا كده اه 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 او يا الله يرحمه ما صدقش يقال له انت بتهذر يا سعيد وبتاعه هو كان واخد عليه خالص يعني اه قال له الموت يا شحات اه قوله الله يرحمك يا سعيد واني عشت هفكر اه فبدأ حبي ومن وانا صغير وبعدين كان جنبنا بقى كتاب سيدنا الشيخ زين العبدين اه بدأت تحفظ بقى وانت عندك كم سنة اه تحديدا استنى وانا عندي خمس سنين وانت عندك خمس سنين خمس سنين نعم واتميت الحفظ فقدي ايه اه اتميت الحفظ طبعا انا دخلت الازهر من اول عداتي اه يعني كنت ابتدائي عام اه كنت ابتدائي عام سيدنا الشيخ حفظتي معه شوية وبعدين رحت سيدنا الشيخ احمد يونس في ضمضيت كان دايما ماشي مع انت من ميت ناجي ميت غمر نعم طبعا ميت غمر اه وضمضيت ميت تبع ميت غمر اه وبرضو كافر الوزير بلد عام الشيخ شحات اه فبدأ الموضوع بدأت احفظ عند سيدنا الشيخ احمد يونس عليه رحمة الله في فترة الاعدادي ربنا كرمنا الحمد لله يعني انت انقطعت بعد اه وبعدين بدأت من الاعدادي اه من الاعدادي لانا دخلت الازهر من الاعدادي اه لقيت تحفظ تاني بقى اه قد تحفظ جزء عشان كده كان فيه موضوع اه امتحان القبول والكلام ده كله دخلت امتحان القبول ده عشان قاطر اخوش اقول اعدادي ازهر اه وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين وحفظ الكرآن وجودت وانا في سنوي على ايد سيدنا الشيخ الحسيني منصور عمار من قرية المزين اه دخلت كلية ايه بقى دخلت كلية الشريعة وقانون شريعة وقانون وقسم قانون اه بدأت مسألة بقى قرأتك مش هقول الاحترافية انت قابل الاحتراف اكيد اريت يعني يعني دندنة ما بين الاصدقاء كده في مناسبات في البلد نعم اه اول مرة اريت كان من قد ايه اول مرة قرأت كان في تانية سنو في تانية سنو اه اريت انا يعني كان الموضوع بالنسبة لي موضوع يعني مش مش انا حابب الموضوع اريت في مناسبة عامة يعني ولا لا عندنا في المعهد الديني في تفرق اه تمام كان بمناسبة الاسراء والمعراج اه وقرأت اول سورة الاسراء وربنا سبحانه تعالى كرمنا يعني كان كان اول مرة احتراف بقى اللي هو بمعنى انك خلص دي بقى بعد ما خلصت الجامعة خلصت الجامعة نعم بعد ما خلصت الجامعة بس انا دخلت مسابقة مسابقة الاصوات الحسنة وقرأت امام الرئيس محمد حسن مبارك رئيس السابق دي كان سنة كه سنة 2001 2001 2001 قبل تخرجك بسنة تقريبا حاجة زي كده مش كده اه طيب الاقرب اليك اللي انت بتلاقي فيه الشيخ احمد الشيحة وانت بتقراه من يعني من الايات لا يعني الايات اللي هي دايما ايه اه ممكن هي الاقرب الي زينك على طول تحب تقراها في اكتر من مناسبة والله القارئ الحافظ اه دايما بيبقى القرآن كله عنده حاجة بس الاقرب ليك بس غالبا غالبا بيبقى الواحد مثلا له مواقع معينة الزرر المشايخ كلهم كده اه وصلناه وصلناه اللي احنا عايزينه المواقع بقى المعينة دي اقربها ليك ايه يعني اه حاجات كتير يعني انت عايز تسمح حاجة اه طبعا ممكن نبدأ بحاجة صغيرة كده فاطر اه يعني اه الميت معك حاضر حاضر حبيب فاطر طبعا الحفلة والميتن بيبقى موضعها تاني يعني لا لا انا معك انا عارف انا اكيد حضرتك عارف يعني انا عارف طبعا لربح الصور طبعا تلك الامر ما عدعك ربك وما قال قال العامر الامر الخير لك من الأول و وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَوْغَى أَلَمْ يَجِذْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَذَا وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغُنَّا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا فِي نِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزَّرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزَّرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهَرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَّرَكَ صَدَقَ اللَّهُ اللَّهِ بوافتح عليك أريد قدام مين بقى من الشيخنا الكبار من مشايقنا الكبار قرأت أمام سيدنا الشيخ شحات علي رحمة الله شخة أنور مرة واحدة بس كان هو الله يرحمه يعني ايه كان ما كانش بيقرب اه يعني اه طب وتعليقه ايه هو قال للجهد عن يا احمد هتبقى كويس وبتاعه اه بس اه بس انت منين يا احمد قلت له من متناجي فهو علق تعليق موتحك يعني على متناجي دي اه ما تعليق ما يتقلش يعني على هو لا خلاص بقى لا تعليق ايه اه 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 عليه رحمته اه هو كان كان معرف عن الشيخ شعرات نوع برضو يعني ابن نقطة اه صحيح لكن ما كانش فيه مساحة لنصيح معينة مثلا في التلاوة في الاداء هو كان علي رحمة الله كان دايما ينصح القارق بتقوى الله بتقوى الله نعم كان دايما ينصح القارق بتقوى الله الحفاظ على القرآن ده يعني ده اساسي يعني عم الشيخ شحرات بالذات انا اعرف من خلال متابعة لك انك بتجيب الشيخ شحرات يعني بتجيب اداء ده رغم انه هو يعني الله يحبه لا هو حالة من التجلي الخاصة اه عليه رحمة الله بس بتعرف يعني على قد طيب يعني عايز حاجة معينة ولا لا انت كما تختار هو هو طبعا احنا هنيجي تكيف تعبنا والله ايه تكيف معلش معلش يوسي بس هدلنا هدلنا التكيف يا جمع لانه احنا الرجل جاي بحنجرته فمش عايزينه يطلع احنا اسفين يعني لا 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 طبعا طبعا اه تفضل يعني اقول ايه مايك مايك اقول ايه يا شيخ شهد يعني بسم الله الرحمن الرطيب والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها وتقواها والooh والله والسماء والسماء وما بناءها وما بناءها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم والله المنطقة عندنا كانت طبعاً لا مش في المنطقة في العموم ما هو في العموم ما هو أي حد أنت بتكلم المنطقة منطقة التلاوة يعني لا أي حد بتأثر بالأقرب لي يعني كان عندنا طبعاً سيدنا الشيخ سعيد عبدالسلام الزناتي من عندنا من متغمر وسيدنا الشيخ شحاد طبعاً آه طبعاً عالم كبير وكان برضو سيدنا الشيخ محمد شبيب يعني طبعاً أسروا في دولة التلاوة شيخ سيد سعيد الشيخ سيد سعيد من شمال الدقالية من منزلة آه قريق يعني في ال بس ما كانش في المنطقة الديقة قوي دي لا مش ديقة ولا حاجة كان دولة اللي أنا اتأثرت على المستوى الشخصي بيهم آه على المستوى الشخصي نعم طب على المستوى العام يعني من القراء أنا بقى الكبار آه طبعاً آه مين بقى؟ الشيخ رفعته سيد الشيخ مصطفى سماعيل وسيد الشيخ الباتيمي آه يعني بتسمع لمن أكتر منه؟ أو بتميل لمنه؟ طبعاً للشيخ مصطفى طبعاً شيخ مصطفى سماعيل طبعاً آه إه اللي بيميزه بالنسبة لك عن آخرين؟ شيخ مصطفى متنوع تلاقي في كل حاجة كل اللي تتمنى في القارق تلاقي بمعنى يعني عايز جواب تلاقي جواب عايز جواب الجواب تلاقي جواب الجواب عايز فن تلاقي فن يعني قارئ شامل بمعنى الكلمة ده يعني شيخنا وأستاذنا محدش يتكلم عن الشيخ مصاصمين بالذات بالذات يعني لأن الراجل حاجة من أنت أجملت الحكاية في فكرة أنك بتلاقي عنده كل شيء خارق شامل خارق شامل طبعا دام في الأدامة طبعا سيدنا الشيخ محمد ريف عداء على رأس الكل الشيخ ريف عداء ما تلاقيش له وصف يعني ده خارج التصنيف ده خليه على جانب طب والشيخ الحسري بالنسبة لك الشيخ الحسري بكل بساطة بكل بساطة يعني أمتن من قرأ القرآن أمتن 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 من قرأ بمعنى إيه أمتن قارئ متين متين تسمع منه الغنى غنى ده ملك الأحكام يعني ما فيش حاجة تجلي حاجة ما تتوصفش حاجة ما تتوصفش ما أنا بقولك أنت عندك كتير فأنا صبر عليك علي رحمة الله التعليق ده يعني دقيق جدا أنه أمتن من قرأ القرآن أقول لحضرتك على حاجة أنا مبارح كنت بقى طبعا أنا أعرف أن أنا طالع مع حضرتك النهاردة ده ألينا الشرف يا فتا الله يبارك فيه فمبارح يعني بنتبع على النت على الانتر نت ففيه قارئ من القراء اللي هم أصحاب الروايات اسمه الإمام حمزة الإمام حمزة ده شاف رؤية طالب من طلابه دخل عليه لأبي مرة وجهه في التراب في التراب أه فاستغرب بيقوله أنت بتعمل كده لي فحكى له على الرؤية فبيقوله رأيت وكأن القيامة قد قامت مه وفنادى مناد يعني على أهل القرآن مه فلإمام حمزة تقدم فالمناد بيقول أين أهل القرآن العاملين مه قوله فرجعت القهقرة يعني رجعت من غير مبصة هنا ولا هنا أين أهل القرآن العاملين العاملين فعليه رحمة الله فالمنادي بيقول تقدم يا حمزة أين حمزة ابن حبيب الزياد الإمام حمزة تقدم فبيقول لبيك داعي الله فقال له فابتدرني ملك قال قل لبيك اللهم مه فتقدم قال لبيك اللهم ف يعني اللي بيكلم سيدنا الإمام حمزة بيقول له قل له قرأ من أول سورة الأنعام وقرأ حتى وصل وهو القاهر فوق عباده قال له من القاهر فوق عباده يا حمزة فسكت فقال المتكلم قل أنت يعني ربنا اللي بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم وقال له فطبعا خاف يعني حاجة عظيمة خالص فقال له قل أنت فقال أنت فا استرسل لحد ما خلص سورة الأنعام وخلص سورة الأعراف مه ف ربنا سبحانه وتعالى بيكلم الإمام حمزة بيقول له أحق القرآن لأكرمن أهل القرآن مه والله لا أعذب لا أعذب بالنار لسانا تلى القرآن ولا أذنا سامعة القرآن ولا قلبا وعى القرآن مه آه التلاتة كده مكتملين يعني لسان قارق لا القارق أذن سامعة ولا السامعة ولا الوعى آه نكمل آه ولا الوعى ده منزلة أهل القرآن مه يعني سيدنا الشيخ المحمود الحسري عليه رحمة الله آه أنت أنت ليه لما جبت سيرة الشيخ الحسري آه ليه قلت أن الشيخ الحسري بالذات لأن الشيخ الحسري كان يعني أكتر أكتر شيخ شفته بيتق الله سبحانه وتعالى آه يعني ما شفتش كده الله علي رحمة الله ما فيش ما فيش طبعا حضرتك أكيد سمعت عن موضوع الأحكام والغنى والمادى والكلام ما تلاقيش عند الشيخ الحسري بالذات لا غنى تزيد ولا مدى ولا مدى يزيد أربع حركات يبقى أربع حركات بس أنت مولانا أنت سمعت عنه ولا أنت تعرفه شخصيا لا أنا سيدنا الشيخ محمود الحسري سمعته سن آه وما شفتش قارئ دكتور محمد كان له المنزلة أو كان له الشرف بالقراءة في الروضة الشريفة الروضة نفسها إلا سيدنا الشيخ الحسري من القراءة المصري طيب الشيخ عبد الباصد الشيخ عبد الباصد ده يعني أنا ما شفتش فقود صوته فقود صوته عنده حدة غريبة كان حد يعني تشبيه بصوت الشيخ عبد الباصد أنه كصهيل الخيل يعني فيه رنة صهيل الخيل برضه ما حبش أنا يعني خلاص قول اللي تحبه أقول على الشيخ عبد الباصد الشيخ عبد الباصد كان يجمع بين حاجتين اتنين يعني ما تلاقيش عنده عند أي قارئ كوت الصوت والنفس وتصوت والنفس الله أكبر عليه النفس حاجة والقبول قبل أي حاجة يعني عندي ربنا ده القبول قبل أي حاجة طب أنا لو سألتك أنت بتراعي القرآن ازاي يعني وردك بتسترجعه ازاي بتقرأ ايه وبتدرس ايه جنب القرآن عشان تخدم القرآن أنا كل ما بلاقي دي يعني ايه الواحد انشاغل زيادة في الحياة وفي القراءة بروح أخد ختمة على شيخي اه الشيخ بتروح تعمل ختمة اه الشيخ شحات شهين من قرية تبع تبع الزأزي اسمها الصفة يعني آخر ختمة عملتها عملتها قريب خدت ثلاث ختمات عليه يعني بتروح تقعد قدامه تختم أمامه تسميعا تسميعا طبعا آه باخد إجازة وخدت إجازة آخر مرة آه لما تلاقي نفسك انشغلت كدش فتروح تعمل الخدم آه طبعا لازم ضروري آه درست موسيقى ولا سماعي هو أنا يعني موضوع سماعي يعني مش سماعي ما درستش أكاديمية آه ما درستش أكاديميا يعني بتسمع أنت موسيقى دلوقتي صعب شوي الوقتي صعب كان زمان آيام انشغلت آه آيام ما كن خطبين يعني آه 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 آيام ما كن خطبين انت متجوز مش كده آه هو متجوز بس متجوز واحدة للأسف واحدة بس آه لا واحدة بس آه ربنا يسطرها ونعم ما هو سوال أنت مشينفع تكرر مسلك الوالد آه مشينفع تكرر مسلك الوالد آه أنت عرفت الموضوع آه يعني الوالد كان يعني ربنا يكره آه جوز سبعة آه فطبيعي انك سبعة صح سبعة فطبيعي انك تقول واحدة بس سبعة بس آه بس انت ربنا يسطر عليك ونت مروح آه لا ربنا يسطر ونقش البيت بس نعرف آه طيب آه طب كنت بتسمع مين يعني زمان أنا بدأت طبعا بحكم علاقة والدي مع الشيخ سعيد عبدالصام مدالله رحمه لا من الموسيقى في الموسيقى آه طبعا ما انت قلنا بتسمع مين عرفنا آه الحجة الكبيرة آه مكلسون مكلسون طبعا آه آه بس انت كنت بسمعها على أهمش الحب مش على أهمش الاستفادة من المزيكة بتاعتها يعني ما كنتش واعي مدرك زي النهاردة آه بس أنا عرف انك بتتنقل في تلوتك بين المقامات بشكل بشكل يسير جدا يعني يعني على قدينا كده طبعا ما نشوف والناس تحكم موضوع يعني المقامات يعني آه يعني اختار آية محببة لي ورهالنا بأكتر من مقام علش بأ الصوت مجهد لا اشرب اشرب ممكن تخلي المايك بيد عن بيد شوية المايك بس بيد شوية يعني يعني عوضو الله اشتري حضر هتقرل ايه هتقرلنا من ايه بقى من سورة ايه آه نقول من سورة القمر سورة القمر اش اعوضو الله مش طعليم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدج فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبعاب السماء بماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وعيون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبعاب السماء بماء من أمير وفجرنا الأرض ضيون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبعاب السماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وفجرنا الأرض وعيون فدعا ربه أني مغلوب وفجرنا الأرض فانتصر ففتحنا أبعاب السماء بماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وغيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وغيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وغيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء بماء من أمير وفجرنا الأرض وغيونا طيب إحنا هنرايح شوية كده بس نفكرك بثلاثة من الأصدقاء ماشي الحل شوف أول صديق كده وأول حد أنت قريب منه هنشوف الصورة قرون ده الشيخ أنور ده حبيب ده الشيخ أنور الشحات أنور خلينا نسمع له حاجة كده صورتك معايا سعني يجي القصة الصورة بس خلينا نسمع من الشيخ أنور كده جماعة هذي بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحطه أخانا ونستاذك إلى معين ذلك كده يسير الشيخ أنور الأخ كبير كمان محمود ابن كبير للشيخ لسيدنا الشحر شكده نعم وصوته فيه ليه شخصية وفيه قوة أنا معرفش أن نسمعتي من الشيخ أنور أتزل ولا كلام لا 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 ما أتزلش ولا حاجة ما أتزلش مقل دايما دايما الواحد بيبقى يجي فترة كده بيبقى مقل مقل مش أكتر مقل إحنا ما نقدرش نستغنى عن الشيخ أنور آه آه يعني علاقتك به إيه هو أخ كبير طبعا لك آه طبعا الشيخ أنور آه إحنا كنا في نفس المعهد مع بعض آه نفس المعهد تفاهنا بس هو أكبر آه هو أكبر شوي آه الشيخ أنور دا من الناس بقى شفت شفت ما جداعه تولاد البلد اللي إحنا بيس معانا في الأفلان دي آه 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 دا أنور الشحر آه الشيخ أنور دا جدع يعني جدع قوي آه صاحب صاحبه الأبعد ما تتخيل آه قريت معاه؟ آه يعني آه ليل شوي آه ليل ما فيش مناسبات يعني آه يعني آه ليل شوي طيب شوف الصادق الثاني آه وارونا يا جماعة دا آه محمود بقى آه محمود شيخ محمود إحنا بالفكش آه بسمع محمود الأوف آه طب سمعونا سمعونا الشيخ محمود يا شباب آه شمسي وضحاك آه والقمر إذا تلاضا والنهار إذا جلها واللهل إذا يعشها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وطحانا والقبل إذا جلها والنهار إذا جلها والليل إذا يعشها والسماء وما بلها عفريت الشيخ محمد عفريت فكرني بالشيخ الله يرحمه كان في المعهد معك بردو أه كان أظهر مني الشيخ محمود أظهر الشيخ بفكرني بالشيخ بعمل الشيخ شحات في لبسه في أنقته يعني يمكن الشيخ محمود بفكرنا شوية بعمل الشيخ شحات عشان الزي الزي أه ما هو إحنا أول حلقة بدأناها كان معنا الشيخ محمود في سلسلة الحلقات دي وقال فهلا أنه هو يعني يختار أنه يبقى لابس الزي الأزهري وأنور الشيخ أنور يبقى لابس سيدنا بقى والليرتب الشيخ شحات هو اللي رتب الشيخ شحات هو اللي رتب الشيخ شحات فهو فيه أبو أكتر وروحه طبعا وشكله أه وشكله كمان انت لو شفت الشيخ أنور هو لابس ألا أنا شفت صوره أ 이�و شفته الشخصية أه اغلا شوفت صوره لابس الجلبية والطاقة كده تقول الشيخ الشحات خالص أه محمود الشيخ أنور الشيخ أنور شيخ أنور هو لابس الطائية بقى واجلبها البلد دي كده تحس ان هو شيخ شحات خالص طب محمود انت قلت لي أصغر أريت معاه أريته في أرينا في الغربية وأرينا في أرينا مع بعض كتير شيخ محمود الصورة دي كانت في عزة في عزة خلينا ناخد الثالث بقى ورنا يا جماعة شيخ ممدوح عمر ممدوح عمر دي كانت نسمع نفس نفس اللي أراه شيخ محمود من الشيخ ممدوح الشمس صورة الشمس خلينا نسمع والشمس وضخاجة والقمر إذا تباجة والنهار إذا جدها والليل إذا جغشها والسماء وما بدها إذا جغشها والأرض وما طحها ونفسه وما سوها حوت ممدوح برضه حوت يعني إيه حوت قوي يعني الشيخ ممدوح أن نتقابلنا مع بعض كنا مسافرين مع بعض باكستان سنة 2013 هو مؤدب ومحترم وقارئ كويس جدا قارئ كويس أنت مكتنى بك لا بص هقولك أنا أعلنت بعلن انحيازي لكن أنا بنحاول والله بشكل مخلص جدا نحن نقدم كل الأصوات شكل موضوعي أنا عرف لكن يعني يمكن الشيخ محمود وشيخ ممدوح يمكن نحن أصدقاء على المستوى الشخصي فده مخلي شوية يعني لكن الحقيقة أنا سعيد جدا أن حضرتك معنا الله يدريك فيك متمكن خلينا سأل حضرتك أتأسف بس عشان خاطر موضوع الجهاد بس لا 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 خلاص ما إحنا بندردش لا حسين خلاص يعني إحنا أنت سفرت طالما جبت سيرت السفر يعني سفرت برا من علي بسفر ببلاد كتير يعني الحمد لله أنت سفرت لبنان وسفرت باكستان سفرت إيران آه وسفرت الفرق بين الجمهور برا مصر وجوه مصر يعني أنا هحكي هحكي الحضرزك وقعة آه أنا كنت في في سنة من السنين تقريبا 2013 2014 حاجة كده في رمضان في إيران آه ومش عايز الناس تاخد موضوع إيران ده لا لا خالف لا لا يعني بص فيه موقف معين فيه حاجة لكن ما بنسافرش وموضوع منتهي تمام كنت في كنت في الأهواز عند طبعا الأهواز جنوب آه الأهواز أغلبية سنة من أهل سنة والجماعة وحضرتك أكيد عارف كلا المهم أنا رحت عملت حفلة في بلد ودي بعد الفطار مباشرة وبيني وبين البلد التانية اللي هروحها كده البلد تسمعها تقريبا المحمرة هي أسمعها كده في البلد مش هلاقي أنا هلاقي عمل حفلة إيه وزعقتلهم بتاعهم إزاي أن تعملوا حاجة زي كده دخلنا البلد بالزبط حوالي الساعة وحدهم نصصها دكتور لقيت موكب موتسيكلات حاجة حاجة غريبة منتظرين 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 الشيخ قلت بقى ده حلوة روح بقى ده احنا هنروح مش هنلاقي ولا واحد هنا لقيت الناس قاعدة مش لقيت الناس قاعدة بس يا دكتور لقيت الناس لحمة فوق بعض المسجد مليان الله وكيل انا ما شفت كده نسفوق بعض اللي كان معايا كان اسمه حسين اقول له يا ابن انت الناس دي مستنية ازاي يعني لحد الوقت يقول مستنية القارئ المصري القارئ المصري القارئ المصري ويمكن من افضل حاجات اللي شفتها برا ان انت مثلا رايح تعمل حفلة في اسكندرينا من طنط او مثلا رايح من الزأزيق مثلا من اول طنط تلاقي صورك في الشوالع اه انت على سبيل المثال اه هناك اعلاناتك اه في الشوالع فلان فلان رايح يعمل حفلة مثلا في اسكندريا في السيدنا المرسى والعباس الاحتفاء بيبقى اكتر برا طبعا الاحتفاء يعني هم مستنين الاصل لو حضرتك تلاحظ يا دكتور يمكن فيه ناس متميزين في مجالات كتير اه تاخد بالحضرتك يعني الصناعة تلاقي فيه ناس برا متميزين في الصناعة كتير لكن دي صناعة مصرية خالصة فقط مليهش زي مفيش مفيش زي القرق المصري مش ممكن تلاقي زي رغم ان فيه مشايخ يعني فيه ناس كتير في بلاد كتير عادي بدأت تبقى قويسة بس زي القرق المصري وروح القرق المصري ما تلاقيش ويمكن أنا يعني بوجه امتناني لحضرتك والقائمين على البرنامج ورئيس القناة بأمانة يعني لأن أغلبية اللي بيبصلنا من يمة الإعلام بيبصلنا على أننا يعني مش آه العزة يعني وخلاص عزة وخلاص أو حتى لما بيجي بيصوروك في مسلسل أو فيلم بيصوروك بصورة مش كويسة آه ياخد كده ياريته بيجيب قارئ كويس بيجيب بواحد يلبسه عمه واطلع وبرضو ده الإعلام ده وجهتنا احنا يعني بره مصر وجهتنا بره مصر احنا ما فيش زي القارئ المصر فأنت بتلاقي الاهتمام بره لكن هنا في تقصير مش مش تقصير يعني الإعلام شوي يمكن الإعلام ما بيبصش لينا احنا قال لما يبقى فيه مشكلة ما احنا بنبص هو من غير مشكلة لا ما بتكلمش على حضراتك من غير مشكلة لما يبقى في مشكلة قول لي اه قول لي ايه بقى يعني احنا هنا معترفين انا يمكن كان فيه معانا الشيخ عزب سالم مرة يعني اتمنى ان يكون فاكر ان هو اللي قال الكلمة دي فقال ان القارئ المصري مثلا من ذاته انه حافز القرآن فيه مقرئين بره في دول تاني مش حافز يعني لازم يقرأ فيه حافزين وفيه مش حافزين اه اه بس هنا القارئ المصري حافز ده المفروض اه المفروض المفروض يبقى قارئ حافز اه بس بتهقلي حافزين ولا ايه اه لا طبعا حافزين حافزين كويس يعني لازم يبقى حافز طب ايه انت بقى يعني يلي الشباب في القراء ايه اللي ناقصكم يعني إيه المشاكل اللي بتعنوه منه غير إن الإعلام يعني مش لطيف والله البيئة اللي حوالين المشايخ يعني بيبقوا ممكن يعملوا حزيزيات كبيرة بين المشايخ وبعضها اللي حوالينهم دول اللي هما المحبين للشيخ فلان ومحبين للشيخ ممكن يعملوا فتنة يعني ممكن يعملوا فتنة يمكن دي المشكلة السايدة بين المشايخ بين المشاي الناس بتوقع يعني يعني زي كده بين الكلام بتاع مش عارف ايه زي كده بيختفوا من بعض عزقات اصل اللي عايز الشيخ فلاني مش هيطلب غيره يا دكتور لا انا بسأل لا صعبة شوي دي مش موجودة يعني لا لا صعبة شوي اللي عايز الشيخ فلاني هيتصل به وارقام التليفونات من حضرتك عارف انت على العائد مناسب ما يتحصل عليه القارئ المصري مناسب ربنا يصره بقى من الضرائب ايه ربنا يصره من الضرائب ما تدفع انت قلت ماهده من الطق اقول لحضرتك على حالي انا ما شفتش ولا سمعتش عن قارئ ربنا ما سترهوش ربنا ما سترهوش الله عليك والله لازم يبقى مصطور ربنا ستره كل اللي بيمشي في حمى القرآن مصطور اه اه كل اللي بيمشي في حمى القرآن مصطور دي كلمة اللي اقدر اقولها زمان كان واحد بيقول لي يعني اسمعت من بعض الناس بيقول كان عنده بنت جميلة اه شرط كان شرطه ان تتجوز يعني اي حد يتقدم لبنته يبقى حفظ القرآن اه فبيقول له ليه عام الحاج يشمعنا يعني القرآن يبقى حفظ القرآن يعني قال لو كان تربي هيعرف اعكله اه دامن يعني حتى شفت يعني لا لا زعي اه لو كان كذا حندك اولاد معايا حنين حنين اه دي كبيرة اه ومعايا محمود هو له اسمين محمود او انور يعني بس شاش اجر ماشي حد انت يعني خدت لا انا انت عيلت الشيخ مؤثرة فيك لا يا عم الشيخ شحات دكتور محمد انا باعتبره له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني انت عندك حنين ومحمود بس وضح وضح اه ضح على اسمي بنت الشيخ انا على بنت اسمي طيب حمير بالشيخ انا طيب من حد من الولاد فيه الموهبة المحمود لان انا بقول حد من الولاد لاننا ما عنديش غضادة ان فيه بنت تبقى مقرأة يعني بس انت تبقى تبقى مؤترض عن هكاية دي محمود بيحفظ القرآن دلوقتي هو في سنة رب عبددائي اه بيحفظ القرآن دلوقتي يا رب دعاله من اهل القرآن لست ملاحظ انا مطلبش منك ترى التكييف عمل مشكل لا العمل مشكل اكيد حضرتك انا مقدر لا لا وبعدين لا حضرتك امتعتنا بما قرأته يعني الله يبرك فيك طيب انا مش هينفع نختم احنا ودعونا خمس دقائق مش هينفع نختم من غير ما تدي لحد مهم جدا في حياتك حقه يعني يعني والدتك في حياتك اه ليها دور كبير جدا ربنا يخليها لي ربنا يخليها لي وما يحبنش منها ابدا والدتي دي ات يعني هو والدي كان راجل شغل في شركة النصر للسيرات عليه رحمة الله كان راكب عربية بجوم اللي هي سبع راكب دي ات كان سواء يعني وكان زي ما انت حضرتك قلت وخليت فتشت السر بقى فتشت السر ربنا يسامحك بقى اه اه فكانت هي مطلوب منها تبقى اب وام اه كانت بعض الاحيان شديدة 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 زي اب بفعلا بعض الاحيان ما تلاقيش ما تلاقيش في الدنيا كلها احن منها لما يبقى حد مننا تعبان مثلا يعني ما ما تلاقيش كده يا دكتور رحمة تلاقيش كده ابدا واحدة تستحمل ان جوزها يروح مثلا يتجوز واحدة تانية يباد في بيت تاني وهي تستحمل وتقول انا مستحملة انا مستحملة ومقدارة عشان خطركم عشان ولادها عشان ولادي عشان ولادي مش عايز ولادي يعني يتبهدل ومش عايز ولادي طبعا حضرتك اكيد عارف ان الاب بعيد مثلا شوية امد بالدورين امد بالدورين اكتر مرة فرحت بيك امتى يعني داخل انت او فرحت بيك ايام يوما ما قرأت قدام الرئيس محمد حسن البور اه لما قرأت قدام الرئيس اه فرحت انت كنت تكلم في الفين واحد الفين واحد اه دي كانت بالنسبة لها فرحة كبيرة اه طبعا موضوع الجواز والكلام ده كله بس اكبر اكبر حاجة حسيت ان هي فخورة وان هي صبرت وربت ايه الامنية اللي دايما بتدعي ربنا ان يحقق اهلك طبعا مفيش مفيش بديل عن ان ربنا يجعلنا من اهل القرآن وان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونتقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وطبعا ده جزاؤه في الاخر الجنة ربنا يكرم ان شاء الله انا بشكرك جدا لوجودك وان شاء الله في دولة التلاوة تبقى احد اقطبها يعني انت حد مهم جدا فيها الان ويكون المستقبل ان شاء الله قدامك لسه يعني ربنا اديك العمر ربنا يباريك وصحة وتضيف الى هذه الدولة كما يضيف القرآن ربنا يجعلنا من اهل القرآن يا رب بشكرك جدا الشيخ احمد شحات لشين وعلى وعد لحضراتكم ان شاء الله ان احنا نحاول نقدم لكم شباب ونجوم دولة التلاوة في مصر لانه هما دول يعني جزء كبير جدا من قوة مصر النعمة وجزء كبير جدا من فضل مصر كمان على العالم بشكركم لمتابعتكم هذا الحوار ارقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله وتصبحونا على وطن